زينة ممثلة مهمة جدا ده معظم الكلام اللي بقاله فترة كده بيتقال عليها من ساعة ظهورها في مسلسل الليلة واللي فيها كل اللي شافوا الحلقات سواء جمهور أو حتى نقاط أشادوا بيها وابدورها وبالمسلسل كمان بس المفاجأة بقى إن المسلسل ده لو ما كانش تشاف كويس فعلا وما نجحش أو حتى دور رشا اللي عملته زينة مع اللي مشي مع الناس كانتها تعتزل الفن أيوة زي ما سمعته كده زينة طلعت مع الإعلامي عمر أديب اتكلمت عن الحصار اللي اتفرض عليها علشان ما تمثلش لمدة خمس سنين بحلهم وقالت ممكن ممثل أو ممثلة فعلا يعملوا كماشا على فلان أو فلانة علشان يوعد في البيت وده بالزبط اللي حصل معاها بعد ما كانت فأحسن حالتها لما عملت مسلسل لأعلى سعر قدام نيلي كريم سنة 2017 والناس شافوا منها حت التمثيل صعبة قوي وهي بتعمل الشر بعيدا عن شكلها وجمالها من بعدها زينة ما طلعتش في شركات الإنتاج الكبيرة بالعكس دي قالت أنا قعدت خمس سنين بحلهم حد قافل علي الشغل في مكان معين وما كنتش فهمة فيه إيه مع إني ست مصرية يعني ومن حقي أشتغل وأنا أولى من أي حد وبعض الناس قالوا إني عايزة أربي ولادي ومش عايزة أشتغل طيب أربيهم إزاي؟ أنا مش فتحة فرن في البيت بس يا ترى مين يهمه زينة تقعد في البيت كده؟ أول شخص ممكن ييجي على بالك هو أحمد عايز اللي كان اشترط عليها زمان وقت ما كانت حامل منه إنها تعتزل الفن وتربي الأولاد في أمريكا ده حسب كلامها اللي قالته في نفس البرنامج مع عمر أديب من سنتين هل ممكن تكون زينة تقصد عايز بحكاية الكماشة دي؟ ولا فنانة تانية منافسة هي اللي غارت من نجاحها؟ فقررت تقفل عليها الشغل كل الاحتمالات طبعا وردة بس تحتمال اسم عايز هو الأقرب علشان المشاكل اللي بينهم ولو إن زينة ما قالتش كده الصراحة يعني زينة بتحب تعتمد على نفسها وشايفة إن ما فيش حاجة اسمها ضل راجل ولا ضل حيطة هي ممكن تكون الحيطة مش راجل قوي في تصرحات مع أديب طلعت الفيمينست اللي جواها وقالت إنها خسرت صحبتها اللي تجوزت بعد طلقها علشان ببساطة مش عارفة تعيش من غير راجل بس المدهش بقى هنا إن زينة بتطلع مع عمر أديب كتير قوي ومحدش طبعا ناسي حلقت سنة 2020 اللي طلعت فيها كل حاجة ضد أحمد عيز اللي مش بيحب يتكلم أصلا في الموضوع ده في العلن لكن رغم كده هو طبعا بياخد مواقف ومش بينسى أبدا مين معاه ومين عليه دي بانت قوي وقت عرض فيلم كيرا والجن لما رفض يصور لقاءات مع الصحفيين اللي بيدعمه زينة ضده وبكده أكيد أحمد عيز عمره ما يوافق يطلع مع عمر أديب اللي بيفرش الأرضية لزينة علشان اتكلمت عنه قبل كده بس السؤال بقى هنا تفتكروا عيز فعلا ممكن يحارب في شغلها؟ اشتركوا في القناة